بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين معكم مستر محمد السيد السلاموني أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سلاموني تريدينج شانل مع كورس التطبيق العملي للتحليل الفني على منصات التداول عنوان محاضرة اليوم أهمية الأعداد عند وليام جان وكيف استفاد منها في التحليل الفني أولا أهمية الرقم 7 نظرا لتكرار ذكر العدد 7 في الكتب السماوية فقد اهتم به جان وأولاء أهمية خاصة كما أن دراسته للنصوص المصرية الفرعونية القديمة بيانت له أهمية هذا الرقم أيضا لدى قدماء المصريين ومن هنا فقد استخدم هذا الرقم ومضاعفاته مثل 14 و 49 و 63 بشكل مكثف في تحليلاته للأسواق ثانيا الأرقام الطبيعية 0123 إلى ما لا نهاية كان جان فاذا في علوم الرياضيات وكان يعشق الأرقام والمتوليات الحسابية والهندسية وقد احتلت بعض الأعداد الطبيعية ومضاعفتها والعمليات عليها من ضرب وجمع وطرح وقسمة احتلت عند جان أهمية بارزة في تحليلاته الفنية للأسواق في البرصة وهذا يرجع للعديد من الأسباب منها التاريخي والديني والروحي والنفسي وبخلاف العدد سبعة نال العدد تسعة اهتمامه أيضا لكونه يعبر عن دورة الحمل لدى النساء علاوة على أنه العدد الفردي الأخير المكون من رقم واحد في الأعداد الطبيعية لأن الأعداد التي تأتي بعده مكونة من رقمين أو أكثر كما أنه اهتم بالرقم 12 لوجود 12 برجا فلكيا كما شكل الرقم 144 أهمية خاصة بالنسبة له حيث أن تربيع الـ 12 يعني 12 في 12 يساوي 144 وأن اليوم الواحد يحتوي على 1440 دقيقة وهو نسبة 40% من الـ 360 درجة للدائرة ثالثا أهمية الدائرة عند جان تعريف الدائرة رياضيا هي مجموعة غير منتهية من النقط تكون على بعد ثابت من نقطة ثابتة يسمى البعد الثابت نصف قطر الدائرة وتسمى النقطة الثابتة مركز الدائرة الدائرة عند جان هي شكل هندسي يعبر عن الزمن باعتبرها تحتوي على 360 درجة كل درجة تمثل يوم من أيام السنة وبقسمة الدائرة على 4 ينتج 4 أجزاء كل جزء يمثل ربع دائرة أي تقسم الدائرة إلى أربع زوايا قوائم اعتبرها جان فصول السنة الأربعة الصيف الشتاء الخريف الربيع كل فصل يمثل 90 يوما كما أنه إذا قسم 360 على 12 يعطي 30 درجة دلالة على عدد أشهر السنة وعدد الأيام في كل شهر ولقد استخدم جان كل ذلك في عمليات التدول حيث استخدم المحور الأفقي المار بمركز الدائرة للدلالة على الزمن وكذلك المحور الرأسي مع الأغذر في الاعتبار محور الأسعار واستخدم في ذلك أي لقياس الوقت الأرقام الطبعية الثابتة الناتجة من قسم الدرجات الدائرة 360 درجة عليها وهي 9, 18, 27, 36, 45, 90 درجة, 120 درجة, 180 درجة, 270 درجة, 360 درجة والمحور الرأسي في هذه الحالة للدلالة على الأسعار وقد استخدم جان في تحليله لحركة الأسعار بالأسواق شكلين هندسيين الحلزوني للسعر والدائري للزمن فالسعر يتحرك في شكل حلزوني صعودا أو هبوطا أما دورة الزمن فدائرية وتوصل جان إلى أن السعر يعكس اتجاه حركته عندما يتلاقى حلزون السعر مع دائرة الزمن وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة إلى أن نلتقي في المحاضرات القادمة لشرح هذه المعلومات بشيء من الإضاح والتفصيل لكم خالص تحيات مستر محمد السيد السلموني كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحل الفني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال وأذكر نفسي وإياكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب وفضل التوكل على الله قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغضو خماسا وتروح بطانا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته